موسيقى في مايو من عام 2017 وقعت شركة الدفاع الكورية الجنوبية سامسونج تيكوين إلى جانب الشريك الهندي المحلي من القطاع الخاص لارسين أنتوبرو الانتي عقدا لبيع مئة مدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز كيناين فاجرا من عيار 155 مليمتر إلى الجيش الهندي والكيناين فاجرا هي نسخة معدلة من مدافع هاوتزر ذاتية الدفع الكورية الجنوبية من طراز كيناين ثاندر والتي صممتها الشركة الكورية الجنوبية سامسونج تيكوين ابتدأ تطوير الكيناين في عام 1989 وتم طرح أول نموذج أولي للاختبار الميداني في عام 1996 وسلمت الدفعة الأولى من هذه المدافع إلى الجيش الكوري الجنوبي في عام 1999 والكيناين ثاندر هو عبارة عن مدفع هاوتزر مجنزر ذاتي الدفع تم تطويره من قبل شركة سامسونج تيكوين ويصنع حاليا بواسطة شركة هانوالان سيستيمز الكورية الجنوبية يتكون التسليح الرئيسي للكيناين ثاندر من مدفع رئيسي بذخيرة من عيار 155 مليمتر بمدى إطلاق يزيد عن 40 كيلومتر ويحمل المدفع في المخزن 48 قذيفة والعبوات الدافعة أيضا حيث يقوم نظام التلقيم التلقائي بنقل المغذوفات من موضع التخزين ووضعها على سكة الذخيرة لتكون جاهزة للإطلاق كما زودت عربة المدفع برشاش ثقيل من طراز M2 براونينغ من عيار 12.7 مليمتر يبلغ معدل إطلاق النار في مدافع الكيناين ثاندر 6 قذائف في الدقيقة أو قذيفتين بشكل متواصل كما أن المدفع قادر على إطلاق رشاقات متتالية بزوايا متعددة لتصل جميعها إلى الهدف في نفس الوقت لإصابة مساحة أكبر على أرض المعركة فيما يسمى بسميولتينس إمباكت فايرينغ كما يمكن للكيناين إطلاق جميع ذخائر 155 مليمتر الموافقة لمعايير الناتو ويطلق المدفع القذائف العادية شديدة الانفجار هاي إكسبلوزوف لمدى 30 كيلومتر والقذائف المزودة بمعززات صاروخية لتصل إلى مدى يزيد عن 40 كيلومتر ويتميز مدفع الكيناين ثاندر بهيكل برج فلذي بسمك أقصى يبلغ 19 مليمتر ويوفر هذا التدريع الحماية من المقذفات ذات العيارات الصغيرة وشاضايا القذائف المدفعية الغير مباشرة وتضم ودافع الهاوز ذاتية الدفع طاقما مؤلفا من خمسة أفراد يتكون من القائد والسائق والمدفعي ومساعديه يجلس السائق في الجزء الأمامي من الهيكل على اليسار ويكون المحرك إلى يمينه ويتم تثبيت برج استلاحي مع نظام مدفعية في الجزء الخلفي من الهيكل حيث يجلس القائد والمدفعي على الجانب الأيمن من البرج ويصمم المدفع بباب واحد على الجانب الأيسر وهناك أيضا باب كبير في الجزء الخلفي من الهيكل ليستخدمه الطاقم لتحميل الذخيرة يتم تشغيل نظام المدفعية كي ناين ثاندر بواسطة محرك ديزل ألماني الصنع من طراز MTU MT881K500 ويوفر هذا المحرك قوة تصل إلى ألف حصان إلى جانب ناقل حركة أوتوماتيكي من طراز أليسون X11005A3 مع أربع تروس أمامية وترسين خلفيين ويعد تصميم ناقل الحركة في مدافع الكي ناين ثاندر تطويرا إضافيا على ناقل الحركة في دبابات القتال الرئيسية الأمريكية الصنع M1 أبرامس ويمكن للكي ناين ثاندر أن يسير بسرعة قصوى تصل إلى 67 كيلو متر في الساعة على الطرق المعبدة بمدى أقصى يصل إلى 360 كيلو متر تشمل المعدات الأساسية للكي ناين ثاندر نظام الحماية من الإنبعاثات النووية والكيميائية والبيولوجية والإشعاعية CBRN ونظام تدفئة داخلي ونظام اتصالات داخلي وخارجي ونظام إخماد حرائق يدوي ويجهز الكي ناين أيضا بنظام تموضع أوتوماتيكي ونظام تحكم أوتوماتيكي بإطلاق النار وغيرها من النظم التشغيلية المتطورة وتقوم كوريا الجنوبية بإنشاء ترسانة من المدافع بعيدة المدى لإدراجها في الخدمة على الحدود مع جارتها الشمالية تحسبا لأي هجوم عسكري وقد شاركت مدافع الكي ناين بالفعل في الرد على هجمات الجيش الكوري الشمالي على يونغ بيونغ بالمدافع مما دفع الجيش الكوري الجنوبي للرد بالمثل باستخدام مدافع الكي ناين ثاندر وتوفر هذه المدافع قدرة أكبر على التحرك ومدى أطول ومعدل إطلاق نار أعلى من مدافع الهاوتزر الكورية الشمالية حسب ما تصرح به الشركة المصنعة كما تتميز المدافع ذاتية الدفع بمعدل نجاة أعلى من المدافع التقليدية حيث يمكنها الإطلاق والتحرك من المكان تجنبا لأي رد مدفعي أو قصف من الخصوم فيما يسمى بشوت أن سكوت تخدم مدافع الكي ناين ذاتية الدفع حاليا مع القوات المسلحة لكوريا الجنوبية والقوات الهندية وتخدم أيضا مع فلندا وإستونيا وأجرت كل من مصر وماليزيا والإمارات العربية المتحدة اختبارات تقييمية للمدفع رغبة في ضمه إلى ترسانتهم العسكرية قريبا وقد قامت تركيا أيضا بتطوير مدفع الهاوتزر الخاص بها بناء على رقصة تصنيع من شركة سامسونج تيكوين وأنتجت مدافعها الذاتية الدفع من طرازي تي وان ففتي فايف فرتينا كما يتم تصدير هيكل الكي ناين إلى بولندا لتصنيع مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع كراب وان ففتي فايف البولندية وفي نهاية عام 2019 تسلم الجيش النرويجي أول مدافع الهاوتزر من هذه الطرز ومركبة إعادة التلقيم كي تين أي آر في المدرعة المواصفات العامة لمدفع الكي ناين ثاندر يبلغ وزن مدافع الكي ناين ثاندر ما يقارب السبعة وأربعين طن وطول المدفع الكلي يبلغ اثني عشر متر وعرضه ثلاثة أمتال وأربعين سانتيمتر وارتفاعه مترين وثلاثة وسبعين سانتيمتر ويمكن للكي ناين إطلاق العديد من الذخائر ويتراوح مدى الذخائر التي يمكن إطلاقها من الذخائر شديدة الانفجار M107 High Explosive ذات مدى الثمانية عشر كيلو متر إلى دخائر الكي 315 High Explosive ذات مدى أقصى يصل إلى اثنين وخمسين كيلو متر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة